ما زالت تتواصل نشاطات المنظمة الإنسانية التي تقوم بتوزيع لحوم الأضاحي للطبقات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع حيث وزعت منظمة الإغاثة الإسلامية لحوم الأضحية بمقر المنظمة بحي جج تقرير محمد حسن أدم بمبادرة من الإغاثة الإسلامية وبالتعاون مع منظمة النهد الخيرية من عجل التنمية المرأة والشباب جاء توزيع لهم الأضاحي للشرائح الضعيفة من طبقات المجتمع وذلك بمقر المنظمة بحي جج شاري لغونة ممثلة الإغاثة الإسلامية حج عيش سائد أكدت بأن هذه المناسبة تدخل في إطار المبادرات التي تقوم بها المنظمة كل عام من عجل مشاركة المحتاجين فرهت هذا الإيد رئيسة منظمة النهد الخيرية تهدست هي الآخر عن الهدف من توزيع هذه اللهم اليوم عندنا هنا مثلا الضعفة ذات كثيرين مثلا الناس المعاقين عندنا الأميانين عندنا الناس الضعفة الساكيد والله الله يعجرهم يعني نفذوا لنا شغل كبير مرة واحد ونشكرهم هذه البادرة أدخلت الفرحة في نفوس المستفيدين الذين بدورهم أبروا عن شؤورهم وانطباعاتهم شاكرين الإغاثة الإسلامية ومنظمة النهد الخيرية لمد يد العون والمساعدة كما أن مثل هذه الأعمال الخيرية والإنسانية ترفع من معنويات المحتاجين والضعفة في مثل هذه المناسبات شكرا